حجم صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية انتقل ما بين 2018 و2022 من 236.5 إلى 369.7 مليار درهم أكد وزير الصناعة والاتجارة رياض ميزور أمس الثلاثاء بالرباط أن حجم صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية انتقل خلال الفترة ما بين 2018 و2022 من 236.5 إلى 369.7 مليار درهم محققة بذلك قفزة مهمة وأوضح مزور في معرض جوابه على سؤال حول السياسة الصناعية الوطنية وسؤال النجاعة والأثر خلال اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النوابي أن الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى جنبر 2022 شهدت انتقال صادرات قطاع السيارات من 80.2 إلى 111.3 مليار درهم وصادرات قطاع الطيران من 17.5 إلى 21.3 مليار درهم وأضاف أنه خلال الفترة ذاتها انتقلت صادرات قطاع النسيج والجلد من 36.9 إلى 43.960 مليار درهم والصناعات الغذائية من 32.4 إلى 43.9 مليار درهم والكهرباء والإلكترونيك من 10.4 إلى 18.6 مليار درهم وصادرات المكتب الشريف للفسفات من 41.6 إلى 102.4 مليار درهم وفيما يتعلق بتعزيز التصنيع قال الوزير إن مخطط إقلاع ما بين 2005 و2009 والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ما بين 2009 و2014 وضعا أسس المغرب الصناعي الحديث لافتا إلى أن مخطط التسريع الصناعي 2014 إلى 2020 جاء لترسيخ الإنجازات وتسريع التصنيع من خلال إنشاء منظومات صناعية للتوفر على صناعة أكثر تكاملا وأدوات دعم تتكيف مع النسيج الصناعي فضلا عن تحقيق تموقع دولي أكثر متميز وأضاف في السياق ذاته أن مخطط الإنعاش الصناعي ما بين 2021 و2023 جاء لتأكيد المكانة الصناعية للمملكة وولوج أسواق جديدة وتحسين القدرة التنافسية وجعل المغرب قاعدة صناعية منخفضة الكربوني مشيرا إلى أنه من شأن تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الصناعية ابتدأ من 2023 إلى 2027 تحقيق السيادة الصناعية للمملكة كما ذكر الوزير في هذا الصدد بالأولويات المحددة في رسالة الملك محمد السادس والمتمثلة في ضمان السيادة الصناعية للمغرب وتوفير مناصب شغل قارة والارتقاء بالرأس مال البشري وتطوير الابتكار والحفاظ على المياه والتخلص من الكربوني وعرف الاجتماع تقديم عدد من النواب البرلمانيين لمداخلات همت مختلف مناحي السياسة الصناعية للمغرب ثمنوا خلالها المجهودات المباشرة من قبل الدولة في هذا الشأن داعينا إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير كفاءات وقدرات المنظومة الصناعية للبلاد لا سيما المتعلقة بصناعة الأدوية والصناعات الغذائية اشتركوا في القناة